بالتزامن مع تراجع حصيلة الإصابات والوفيات شهدت تركيا عودة الحياة إلى طبيعتها برفع القيود الاحترازية التي تم اعتمادها للتصدي لفيروس كورونا وسائل أعلام محلية ذكرت أنه تم رفع حظر التجول في الفترة من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا في أيام الأسبوع وحظر التجول طيلة أيام الأحد وقيود السفر بين المدن ومن المرتقب أن تكون جميع أماكن العمل قادرة على الاشتغال في إطار ساعة الافتتاح والإغلاق التي تحددها الإدارات ذات الصلة وفقا لمجال النشاط في تراخيصها ويذكر أن حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا تراجعت في عموم تركيا لتصل إلى 45 وفاة و5496 إصابة وفق آخر معطيات وزارة الصحة التركية